الساعة اللي فاتت كان فيه اكتر من تفكير في ادارة نادي الزمالك او اسماء مطروحة حول المدرب الجديد واللي اقول لك دوت تفاصيل مهمة ادارة نادي الزمالك اتعرض عليها على ترابيزة المجلس كابتن شوقي غريب عشان بس انا بقى كده اتعرض على الترابيزة الكابتن شوقي غريب المجلس مرحبش بالفكر احد الاعضاء رشح الكابتن شوقي غريب فالباقي قال لا والله بالمناسبة كانوا فيه اتنين موافقين على كسر الكابتن شوقي غريب الباقي موافقش فخلاص المجلس قال مفيش الكابتن شوقي غريب ده اتجاه اتجاه اخر او الاتجاه الابرز ان الزمالك يجيب مدرب اجنابي خلاص دي معروفة من ايام فيه رأي بدأ يطلع دلوقتي وبدأ الناس تفكر فيه طب ما الكابتن معتمد جمال يستمر مع الفريق حتى فترة التوقف اللي جاية في امم افرق تمام والدنيا قريبة وفي يناير ممكن فيه اندية سين مدربين فنعرف نتفاوض معهم فتبقى الامور اسهل ما نبقى في وسط الموسم كده وبالمناسبة انا كريم اميلي دي انك ليه مستعجل ومعظم المدربين الكويسين مرتبطين بعندايا هتلاقي الولاي الاوي اللي مش موجود معناه دي او اللي مش مدرب ليسي فيه عظيم فعني الموضوع بسيط عندك فترة التوقف كبيرة في يناير بتاعتكس الوهم الافريقية ممكن تكون تاعتم مع مدرب اجنبي اللي انت عايز او تقدر تبص على عدد اكبر من الدايئين او القليلين اللي انت بتبص عليهم دلوقتي ورغم كده مجلس الزمالك بيتلقى كل شوية ترشحات لمدربين اجانب كان ابرزهم طبعا القنان بارح الالماني فرانكو فودي وولتر ماتزاري الايطالي ومدرب سويسري اخر مجلس ادارة نادي الزمالك هيقوم بالتصويت حول هذه الامور كلها في اجتماعه غدا في مجلس او في اجتماع مهم جدا لحسم موضوع المدير الفني سواء باستمرار الكابتن المعتمد جمال حتى يناير او حتى كاس الوهم الافريقية او التعاقد فورا مع مدير الفني اجنبي وتحديد الاسم والتعاقد معه تمام بالمناسبة لو الزمالك كياب مدير فني اجنبي فهو راصد مليون دولار بحد اقصى مليون دولار بحد اقصى في السنة للمدرب الجديد هو الجهاز المعاون يعني المدرب اللي هي بالجهاز المعاون انت هتاخد مليون دولار nucدوا غدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة